عزيزي المشاهدين في كل مكان سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أهلا بكم مع حلقة جديدة من ساعة التربية التي أتمنى دائما أن تكون نوع من أنواع الوقوف مع الذات مع النفس في تكوينها وإحنا معنين بتكوين النفوس يعني معنين بتركيبة البشرية معنين بإن إحنا كأباء وأمهات ومسؤولين عن الأطفال والمراهقين والجيل الجديد إن إحنا نبني نفوس سليمة وأقصد بالنفوس السليمة القادرة على التحمل القادرة على حل مشاكلها القادرة على الثبات القادرة على إنها لو وقعت طوف القادرة على حل المعضلات القادرة على إنها ما تحبطش وقت ما تقع الأدمات إن يبقى فيه وثوق في النفس إن يبقى فيه نوع من أنواع التفاعل مع الآخر كل المعاني دي شبه إجماع على المشاكل اللي بتبقى موجودة عند الأولاد سواء كانوا صغيرين سواء كانوا كبار عشان كده أما عملنا هندسة النفوس كان كان عاوزين نلفت الانتباه إن المخ الباشري بتكوينه وكبره وحجمه عشرة في المية من كتلة المخ مسؤولة عن الحركة والهضم والتنفس والمخ لكن تسعين في المية من كتلة المخ أو أقل قليلا مسؤولة عن السلوك والإسلوب والطريقة والتعاملات والتفكير والأحسيس والمشاعر والصفات والسمات الشخصية والقدرة الأكاديمية والتركيز وغيرها من الأمور يعني معنى كده أما بيجي المدرب يتعامل مع اللاعب يتعامل مع عضلة وما بيتعامل مع العضلة بيدي إحساس الاستمرارية الإصرار العزيمة غيرها من الأمور يبقى عشان العضلة تمه اللي اسمها عضلة محتاجة حاجتين محتاجة تدريب عملي وتغذية سليمة زائد إحساس عند الشخص عشان يستمر ويكمل أما بنتكلم على حد عاوز يخس بيحتاج حاجتيه نظام غذائي وأحاسيس ومشاعر الاستمرار والصبر على الأمور والنفس الطويل وإنه يبقى الهدف واضح قدامه عشان كده فيه ناس بتخس وناس ما بتخسش فيه ناس بتخس وترجع تاني وتقل تاني وتزيد تاني ويبقى حياتها عبارة عن دايرة مفروخة الفارق ما بين دا وده 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 غير الأمور الطبية اللي خاصة بالامتلاء بتاع الجسم ما حاجة واحدة بس الإرادة والعزيمة والاستمرارية يبقى عندنا العضلات محتاجة وظائف المخ والوزن محتاج كذا كل حاجة حتى المذاكرة ما بنعلم أولادنا بنعلمهم مش بس عشان تذاكر عشان تبقى كذا وكذا 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 يعني معنى كده أما بتيجي تربي الجهاز اللي فيه السلوك والأفكار والأحاسيس بتاعة ابنك هو ده المخ يبقى سيادتك يوم ما بتوجه ابنك الإشارة الضوئية هنا يوم ما بتعنف ابنك مرجوحها هنا يوم ما بتشد على ابنك مرجوحها هنا يوم ما تبقى محسوك زي ما بيقولوا ومش عجبك العجب وتبين السلبيات مرجوحها هنا يوم ما يبقى اندفاعي يعني حركي يعني كلامه وإيده سابقين تفكيره منبعه هنا وبالتالي احنا بنتعامل مع خلايا ذات حساسية على ما تعود ابنك بيكبر وعلى اللي بتحطه كبوزور بيكبر وتكبر معها المراكز في التفكير وفي الأسلوب وفي الطريقة وفي التعاملات ناس تقول والله احنا تعبنا في تربية الوات وتربية البنت لكن طالعين شمال ما نعرفش ده تأثير أصدقاء ده تأثير مجتمع ده تأثير بيئة ده تأثير نادي ده تأثير مدرسة ده تأثير مدرسين ده تأثير أي مكان وبتبقى المسألة بالنسبة لكل أب وكل أم إيجاد السبب بره التربية الحقيقية اللي موجودة في المنزل وكأن بابا وماما عملوا الصح مية في المية واللي جه يعني قلبها وغيرها هو الشارع أو البيت أو المدرسة أو النادي أو غيرها من الأمو لكن الواقع بيقول إن ربنا سبحانه وتعالى جعل خصوصية الأب والأم بالذات إنهم يبقى عندهم مهارات يبقى عندهم إمكانيات لمؤاخذة مش إمكانيات الأكل والشرب والترتيب والغسيل والكنس والمسح وإدارة المنزل فحسب ولا إن الراجل بيشتغل شغلانة واثنين وتلاتة ويجيب العائد ويحطه في البيت لأولاده وكل حاجة بتطلب بتجاب وكأن ده هو اللي مطلوب من أي أب وأي أم وبالتالي طالما الأم عملت كده والأب عمل كده ابني لازم يطلع كويس لإما المتسبب في إن ابني يبقى سلوكياً أو اسلوباً أو مريضاً أو قلقاً أو مكتئباً أو تفكير شاطح أو ملحداً أو غيرها من الأمور ما ليش علاقة بيها بالرغم إن المصدر الحقيقي لتغير أولادنا هو زي بنربي وبنوجه أما أولادنا يبتدي يفليته بالتعبير البلدي طيب إحنا النهاردة نعمل حاجة مختلفة شوية عن الحلقات السابقة عن التقبل للتلفونات بس ياريت في موضوع الحلقة أو في ما يخص النفسية أو الأمراض أو غيرها من الأمور الخاصة بتربية الأبناء تفضلي أم حسام السلام عليكم وعليكم السلام تفضلي أم حسام أنا عندي بنوتا عندها أربع سنين مصهرين دي ترتيبها الرابع يعني هي ترتيبها الرابع آخر بنت بس الفرق بينها وبين اللي قابليها ما بين أخوها 16 سنة بينها وبين أختها الكبيرة 19 سنة فهي يعني أنا أحس بجد أنا بعاني معها جداً جداً ومش عارفة تصرف معيها عيندية جداً ما بتحبش تسمع كلام حد خالص شائية بطريقة مستفزة في الحضانة يعني بيقولوا عندها تحصيل جامد بتحصل بس لكن تكتب لا مش عارفة ملاش في الكتابة فأنا مش عارفة تعامل معها إزاي يعني لدرجة إن أنا خايفة عليها ما تقدرش تمشي في التعليم ويبدل سلوكها عدواني كده زي ما هي فأنا مش عارفة تعامل معها إزاي طيب إنتي عندك نفس للتربية عندي نفس للتربية أنا معي أخواتها ما شاء الله لقوة تلك اللي عليهم بصراحة كلهم أمهات كلهم إيه؟ أمهات وأباء لا أنا معي بنتي متزوجة ولصنسة أداء ما شاء الله يعني ربته ما شاء الله وأخوها مهندس زراعة وأخوها تاني في كلية تجارة بسم الله ما شاء الله أه هي دي بقى مش عارفة الآن عليها لإني أنا الصعبان عليها عندها دا يعني عنادية جدا وما بتسمعش كلام في أي حي وبتحب تبص اللي في إيد غيرها مع إنها مش محرومة من حاجة خالص يعني أنا ممكن نكون أعزين حاطين مثلا حاجات زيها زينا كلنا لا مش عايزة بتاعتي ما عايزة اللي في إيدكم وتصمم طيب ما فيش دلع هو أنا حد يعني أنا مش أنا مش أنا ما بحيبش الدلع ده أنا بسأل لا باباها ممكن إيه سلب شوية يعني لكن أنا طبعا بابا مش معانا طول اليوم يعني بيجي بالليل نصف ساعة ساعة وخلاص انتهت إخوات لا أخواتها طبعا الأختها متزوجة في بيتها وأخوها يعني مش متواجدين معانا في البيت طول اليوم يعني يعني هي منها ليكي أه وحضرك نفسك طويل ولا قصير مش دايما يعني طيب مش مش دايما حضرت حقول توجيهات عم حاضر من عناي من عناي حاضر فضال تفضل يا محسن طيب نجاوب على ده ونرجع تاني بس خلونا نقول إن الفكرة اللي كنا بنتكلم عليها هي فكرة إن إحنا بنتعامل مع مخ بشري ساعة ما بالربي وإن الأساس اللي بيزرعوا بابا وماما وكتير من الأحيان اللي بيزرعوا بابا وماما هو اللي بيلاقيه في المستقبل لكن كيفية الزراع زي ما هي قالت مثلا بتاع 14 سنة بتاع أزيد من كده يعني أعمار سنية أو 16 سنة لقيتها مختلفة يعني غلبوية عنيدة واضح إنها حركية شوية واضح إنها مش مطيعة حبتين واضح حاجات كتيرة موجودة في البنوتة دي واضح إنها ما بتروح حضانة بتستوعب شفوي كويس قوي لكن ما بتحبش تمسك الألم وإن كان ده طبيعي في تركيبة المخ البشري إن الناس تستوعب شفوي في السن ده ومسكة الألم ممكن تتأخر ما فيش مشكلة خالص لكن ما باليد حيلة الحضانات دلوقتي والمدارس بدأت تدخل وتعلم من 30.5 و4 ومضطرين أصل المناهج مضطرين أصل أولياء الأمور مضطرين أصل كذا وإن كان أربع سنين وشهر تمسك ألم دي مسألة بتبقى قاسية على الجهاز العصبي قاسية على الطفل الحركة حتى على الأقل وفي سن أربع سنوات عشان كده كتير من الأولاد بدأ الأجيال تزهق من التعليم بدأت الأجيال تهرب من العمليات التعليمية بدأ الأولاد يسرحوا مع مامتهم بدأ الأولاد التركيز بتاعهم يضعف بدأ الأولاد يبقى العلاقة بينهم وبين التعليم مش جيدة بالرغم أنه في كي جي وان وكي جي تو بيبقى الطفل في غاية الاهتمام بالمدرسة ورايح وجاي ومبسوط وسعيد أول ما يخش أوله ابتدائي تانية ابتدائي تالتة ابتدائي أربع ربع ابتدائي بيشحر زي العربية كده ما بتشحر لأن البنزين بتاعه خلص أولا لازم يا أم حسام تفهمي أن تركيبة البنوتة السغنونة دي جيل تاني خالص غير التلاتة الكبار ربنا يكرمك بيهم ويكرمك بديه لأن دي مختلفة كنا عنيدة ده مش شيء سلبي لأن طبيعتها في السن ده مع صغر السن مع نفسك الأصير نتيجة لبعد أسباب التربية هيؤدي إلى أن حضرتك نفسك هيبقى قصيرة البنوتة العانيدة دايماً محتاجة حوار ونقاش محتاجة طولة بال محتاجة لأة ما تبقاش آه والآة ما تبقاش لأة يوم أما يبقى بابا بيعمل شوية ما بيدعمش موقفك يبقى البنوتة هتعاند يوم ما بابا يبدي هدوء يبقى أنا أستقبل أبو أنز بس أكمل يبقى الطبيعي أن يبقى فيه قدر يعني طب نحله إزاي هقولك بس أما نستقبل أبو أنز السلام عليكم يا دفتور وعليكم السلام أبو أنز تفضل تفضل لفتر لأتباح من عنده طفل أربعة سنوات ونص وعنده الحركة يعني زيادة عن النزوم والأكل بتاعه ضعيف جداً جداً هو أربعة سنوات ونص وعنيت في نفس الوقت عنيت جداً يعني مش بيسمع كلام حد مش بيسمع كلام باباه ولا بانتو ممكن إيه ودليوم كله المحل المسائل المظم يعني ما ما أكلش ما أساش عن الأكل بيعمل عفو أنت حمام على نفس على طول ميا مازال صباحاً ولا مسائل نعم مسائل أكثر حيا مسائل أي والأكل هو يعني تعبنا جداً فكرة الأكل مش بيعكل خالص وحتى شخص ما نأكله بيتعبنا جداً يعني نأكل بس هو هل هو بيأكل حاجات في الوسط يعني ما بين الوجبات شبسي حلويات شوكولاتات هو بيحب الشيكولاتة كديرة بس إحنا مش بنستجيب له في الشيفسي هو عاوز يأكل شيفسي وحاجات زي كده لكن بتستجيب له في الشيكولاتة لا هو يعني عفو أن الشيكولاتة حلوة حد يجب الشيكولات لا مفيش حد طبعاً بس هقول لك ليه أنا بتكلم في الموضوع بيشرب ألبان ولا حاجة لا الألبان مش بيبسيط جداً خالص يعني مش بيحب طيب طيب اتأخر الولد في الكلام أو في المشي أو في غيره من الأمور دي لا أتكلم عادي خالص ما تأخرش في الكلام أو المشي طيب الولدة كانت طبيعية لا قيصري للولدة كانت مضطرة ولا طبيعي أنها تولد قيصري طبيعي يعني في حال في الوقت المحدد بس الدكتور يعني ولد قيصري طبيعي يعني طيب وهو 15 الوزن بتاعه 15 كيلو دخل على خمس سنوات نص عن نون شوي طوله كويس يعني طوله لا أصير شوي طيب ماشا سيدي حاضر من عني طيب هو سؤال أبو أنس أبو أنس هو شبه سؤال أم حسين وأن اختلف شوية أن الولد متعب في الأكل أو بمعنى أصحة بيطلع عينيهم أنه يأكل وحقيقي إحنا كآباء وأمهات بنحب أن ولادنا يبقوا يعني مليين بطنهم الأم ما بتتعب في الأكل أو بتقدم الأكل نفسها الولد يكون بخلص طبقه وبتحس كده بنوع من أنواع الراحة أما ابني يخلص طبقه وبيبقى إحساس كبير وبيبقى في بعض الأوقات بيبقى لنا ردود أفعال عصبية أو نرفزة ساعة ما نيجي نأكل أولادنا وبالتالي بيبقى العملية صعبة شويتين وخصوصا مع طفل حركي عنيد وكونوا حركي لازم يبقى عنيد كونوا حركي لازم يبقى عنيد كونوا حركي حركته زيادة عن اللزوم يعني يتحرك من غير هدف يتنطط من غير هدف ما يعودش راكز في مكانه 3-4 دقائق وبالتالي الطفل اللي زيده طبيعته أنه ما بيركس يعني متلازمة مع الاتنين اللي بيتحرك عادة ما بيركس عادة بيبقى عنيد والتركيز مش محنى ذكاء التركيز معناه أنه أركز في اللي بيتقلي وأفهم واستوعي طيب يبقى الأطفال الحركيين لازم يتحركوا يبقى العيل اللي عنده 4 سنين وشوية ده ممكن يروح يلعب رياضة ممكن يروح يعمل فتنس على أي أجهزة ممكن يبقى بيلعب أي حاجة نظامية أخد مجهوده في الفك والتركيب أكتر أحاول أخليه يرسم ويلون أكتر أحاول قدر المستطاع أن أنا أقلل الحاجة اللي بتدي ابننا طاقة وهو ده يا أبو أنس أصل الشوكولاتة في أولاد بيبقوا مش حركيين ومجرد أن يأكل شوكولاتاية أو بار الشوكولاتة بار الشوكولاتة ده يقوة ابنك 48 ساعة يبدو من غير أكل المزدودة نفسه ليه؟ لأنه هو الولد البارده إداله طاقة حياكل ليه؟ ما أنت إنت بتحس أنك محتاج تأكل أما الجوع وأما الجوع دي واحدة الحاجة التانية أما تبقى حاس أنك إنت محتاج وجعان وبالتالي مع الحركة المفروض الأكل يزيد مش يقل لكن واضح أن حجم الحلويات اللي ممكن بيأخدها الطفل زيادة جرب يا أبو أنس كده الشوكولاتة ممنوع عنها أسبوع وشوف مستوى حركته جرب الحاجات اللي فيها سكريات تقل شويتين جرب خلاص وندي أي مكمل غذائي أي فاتح للشهية أي أي حاجة بتكون بعيدة عن الدهون والزيوت والسكريات أم محمد أيها السلام عليكم يا دكتور وعليكم السلام محمد الفضلي بعد إذن حضرتك يا ابني أنا عندي ابني منفصل عن دكتور أيوة يعني يعني بالتراضي يعني مفيش أي حاجة بس يعني الأشرة يعني عملت بينهم المهم المهم عنده ولد عنده خمس سنين وبنت عندها سنتين ونص وهم الحمد لله ما تعلقين بابوهم أوس هي أموهم ثابتهم يعني إيه إديتهم لابوهم ما خدتهم مش ما رديتش تخدهم بتربوه فيني يعني معاتي أنا بالوعي فيه معي أنا معاي فأنا عادي أحلمهم وعايزهم تربية كوية والولا اوه يعني خليهم سويين والدهم والدهم معالش أنسا قديم يعني مش أقوبة كوي لا 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 معاتك يعني في البيت آه يعني إنت اللي بتربوه وولده موجود بيروح الشغل ويرجع يعني آه إي واهم أوم ولا هو ارتبط أو اتجوز أو لا 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 مه ما ارتبط شوى الحاجة هو موجود بس انا فترة الشهر طبعا بيبقوا معايا وهم الحمد لله يعني فضل من الله ونعمل نواغدين علينا وبيحبونا اول ومستألين في اي حاجة يعني مستألين مثلا ولا متأثرين الحمد لله ذا نعمل من عند ربنا يعني فانعايز بس اربيهم يعني اقفز عليهم كوي اهل اواطيهم دلوقتي مثلا الاتنين حضانة واعلمهم يعرف يقروا مثلا ولا ما خلهمش يمتكوا الم ولا يعملوا ايه حاضر من عني حاضر طبعا هو ام محمد بتتكلم في موضوع كبير الموضوع الكبير ده ان انا اكون كاب وكام مسؤول وابقى على مستوى الابوة والامومة بغض النظر عن اصل مشكلة الاولاد دول وتركيب باباهم امامتهم لكن من المفترض بان احنا ما بنخلطش العيال في المشاكل وكون زوجين اختلفوا يبقى ده بابا ودي ماما لكن في بعض الاوقات الاولاد بيبقوا مع ماما عادة بالاحكام القانونية ومعرفش ايه الكلام اللي موجود ده في نفس الاولاقات البابا اللي بيشوف كل فترة وفي ناس فضلاء بيسيبوا الاولاد بينهم وبين بعض وقت ما يحبوا هنا يحبوا هنا وقت ما يحبوا هنا يحبوا هنا بس السياسة التربوية متفقين عليها الصرف متفقين عليه الصح متفقين عليه الغلط متفقين عليه الاولاد يطلعوا زي الفل لكن يعني يوم ما الاولاد الام زي ما تقول ام محمد ثابتهم يعني فضلت انهم يعيشوا مع بابا ويأكله ويشربه ويعيشه ويربه مع بابا يبقى المسألة دي أنا بحط عليها علامات ستفال لكن في النهاية بابا يستطيع أن يربي من غير وجود ماما لأنه في تيتا ربنا يخليها في خالته في عمته في بنت عمته في بنت خالته كل دي حاجات تعويضية للعواطف كما يقال النفسية الأممية اللي بتاعة الأمومة لكن المهم أن الكاجدة ما تبقيش من غير نظام ما تبقيش من غير نظام بمعنى أن لو أخطأوا أو أصابوا هنا بنحرم مثلا وهنا بندي ما تقوليش أصلا عشان محرومين من والدتهم حرم عليك اديهم اللي هم عاوزين عشان محرومين من والدتهم حرم عليك ما تاخدش موقف حازم من الخطأ الفلان وبالتالي عاوزة ربي أنت الأم بالعكس الجدة بتبقى علاقتها بأحفادها أقوى من الأم وبالتالي تستطيع أن تعويضيهم الإحساس بتاع الأم إذا لم يشاهدوا إيه أمهم وبابا قائم كدور أب حاجة تانية ثلاث سنين وخمسة يروحوا حضانة ليه؟ عشان الذكاء الاجتماعي وعشان القدرة اللغوية وعشان القدرة الأكاديمية وعشان كذا الأولاد في السن ده بيحبوا يتحركوا ما فيش مانع أنهم يروحوا يتدربوا ويرجعوا طبيعة الأشياء دايما تعويض الأولاد أن في عائد نتيجة إله فلو شلت ده تأكد تماما أن اللي بيشيل ده بيتعب فبياخد ديه زي اللي بيحط هدومه أول ما يرجع من الحضانة أو المدرسة في مكانها أو يحط أعزكم الله الأحزية في مكانها أو يحط الحاجة اللي مرميه على الأرض في البسكت أو في سلة المهملات وبالتالي أما تعمل كده تأكد تماما أنك تعبت وقصات تعبك ده تتفرج على تلعب بكذا تخرج كذا تروح كذا تعمل كذا فكرة أن اليوم يبقى في بعضه أداء واجبات وتحصيل عوائد من هنا الأولاد حيبقى عندهم حاجتين بتحمليهم مسئولية يبقى ثقة بالنفس الزيد الحنان والعاطفة دايما ما لهاش علاقة ابن كويس ولا وحش يعني بنلاقي أولاد طلعوا عنين أهليهم لكن الحنية موجودة لكن مش الحنية الخطأ أنا متقبل ابني مهما كان ولكن لو هو مذاكرش مش ممكن يخرج أخر الأسبوع عشان يخرج مع صحابه عشان كذا عشان كذا عشان كذا لو ذكرت نص الأسبوع عتخرج مع صحابك بس للأسف مش أقرأ بديك مصروف عاوز المصروف وعاوز الخروج يبقى لازم تذاكر الأسبوع كاملة وهكذا المهم نكمل بس عنطلع لفاصل ثم طبقه ومعنا يلا يلا نهلا مديكم تاني عزائي المشاهدين ومع اتصال آخر اللي بتصل موجود عمر أستاذ عمر وعليكم السلام أهلا وسائل اتفضل بولي حضرتك يا دكتور أنا أنا عندي 36 سنة عندي وصاص كهري وفي صامج وفي صامج تاني وبحس إن أنا إن أنا يعني عقل بيتوه كده ما ببقاش واعي حتى لو أنا مش وأخد علاج لكن لو أخد علاج لو أخد علاج بهالوز أكتر يا راكل والله العظيم طيب انت بقى لك قديت عباد أنا من 2006 حضرتك 2006 فترة طويلة يعني والله أفترة طويلة حوالي أفترة طويلة حوالي 14 سنة طبعا في دكتورة بيقولولي العلاج من السحر الايه؟ في دكتورة بيقولولي حضرتك بيقولولي العلاج من السحر لما بقولهم العلاج مش عامل حاجة أه طيب طبيعتك يا سيد عمرو كنت عندك أصدقاء وصحاب كان عند أصدقاء وصحاب بس الفترة اللي أنا تعبت فيها فيه ناس باعدت عنها باعدت عنها أه ومعندي الثقة في نفسي نهائي حتى ما بقدرش أكش أصلي في الجامعة وما بشتغلش بسبب أن أنا أتعب كنت بشتغل زمان؟ كنت بشتغل أه بعد الكلية على طول يعني ولا إيه؟ لا أنا مكملتش حضرتك بيكمل كنت بشتغل وكنت مستمر في الشغل لحد ما جالك التعب ده؟ لحد ما جاني التعب كنت زعيلت وكاني التعب ده وانا ومعندي الثقة في نفسي نهائي لو أنا داخل الجامعة بحس إن النظرات عناها مش طبيعية بحس إن أنا مرتبك بحس إن الناس هتقول إن أنا هاخد الشباشب اللي في الجامعة أو الجزم اللي في الجامعة خايف يعني ولا الآن؟ نعم يتبقى خايف ولا الآن؟ بقى بقى خايف وألقان ومتوتر وكل حاجة والتردد؟ مترد على طول نعم وما فيش تركيز في الكلام حضرتك من ساعة متاجد؟ حاضر حاضر ماشي يا عمر اسمع الإجابة بقى على التلفزيون على الشاشة طيب أم عبد الرحمن السلام عليكم أيوة أم عبد الرحمن وعليكم السلام السلام عليكم السلام عليكم تمام يا رب أمين الله يكبر مصنع عليك يا دكتور أنا عندي تقولي المهمين تقولي الأولاني عندي بنتي 7 سنين وولد اسمتها السنين عمدهم عدم سنقة يعني ممكن يكتبوا الإجابة وينتحوها تاني يعني تكون الإجابة صحيحة وينتحوها دوت أنا عارف إنهم حاليتهم النفسية لأن والدهم متزوج زاري ومعي أولاد من زاري يعتبر ما بيجي لهمش خارج الأولاد أصغر ولا أكبر؟ عندي أنا عندي أربعة بس هم الزوائرين تابعة واثناصر يعني الزيجة دي الثانية أنا الأولى أنا الأولى لكن أنت بشايفة إن الثقة بالنفس دي نتيجة للظروف اللي بتنروا بيه أروم حاليتهم طبعا بيحصل مشاكل أنا يعني عاشف إن بيحصل مشاكل بينه وبين والدهم وكده لما بنيجي فهو بدأ ما بيجيش من ساعة مجاب أو ولد من شغور يعني من شغور؟ حاليتهم النفسية يعني تعبانة بحيث إن أنا حتى لو حبيت خارجهم يا دكتور يعني يتفسحوا ولا حاجة بحيث إن نفسياتهم بتتعب أكثر بتتعب إزاي بقى بيشوفوا أبهات مع أولادهم بيخرجوا بيتحقوا بحيث الأولاد بيبصوا بصة كده بصت حرمان يعني بيش بصت عاجية طب يصعبوا علي يعني أنا أقول خارجهم أنا وأم بالواجب أنا بيتعبوا نفسيا أكثر ها هم مرتبطين ببابا؟ هم مرتبطين طبعا كأب عايز يعني زي أي أب أي اللي عايز يجي الليل يلاقي بابا وعايز أبوه بابا يتعبوا آه لكن ما فيكي الكلام دا طبعا عندهم أنا المتقول عن كل حالة فيه علاقات فيه علاقات مع الأباء بتبقى متميزة الطفل بيبقى مرتبط بوالده قوي قريب منه قوي مطيع بالنسباله قوي يا دكتور قبل الجواز يعني قبل ما يتزوج كان يسألهم جايين من الامتحانات عملتوا إيه آه يسألهم يساعدهم في المذاكرة يلعب معايا هم يفسحهم دي بقى عندما تزوج الموضوع انتهى يعني ما فيش حاجة من دي خال انتهى خالص ولا قال حتى لو وعدهم يخرجهم ما بيخيش بوعده بعد يتجيب قدامهم أنا بزعل إن العيال أنا خايف أولاد يتعلموا كده طيب أحاول بقدر الإمكان يعني إيه أحاول أعوض بس مش أدرى أعوض يا دكتور يعني مش أدرى أعوض النقص اللى اللى هم موجودين فينا مش عارفة أعمل إيه يا دكتور ده سؤال حضرتك يا أمو عبد الرحمن أيها دكتور شكرا حاضر يا أمو عبد الرحمن أمو عبد الرحمن تحال إلى مشكلة أمو محمد برضا شبه بعض لكن أستاذ عمر أستاذ عمر بيتكلم على مرض من الأمراض النفسية اللى هي أساسها نتيجة لخلل كيميائي موجود في مراكز المزاج والتفكير هو وجد بملادع مجال الشك إن المراكز ساعات بتتأثر نتيجة لأبعاد جينية نتيجة لعوامل بيئية نتيجة لضغوط نفسية نتيجة لأدوية نتيجة لغدد نتيجة لبعض الأمراض بنحس إن نفسيتنا متأثرة حزين متدايق بفكر كتير بجيب وبود دماغي بحط راسي على المخدة أقعد الأفكار تجيلي كل اللى حصل طول النهار بيبقى الشريط موجود لو نمت ببنام أكني الصاحي لأن كله أحلام ودماغي شغالة أما أصحى الصبح مصحاش فاي أصحى مهمد وموخم ومش مبسوط أداءاتي أضعف من الأول أداءاتي الإنسانية والنفسية والعملية والشغل والكلام ده بيبتدي يتأثر في نفس الوقت علاقاتي مع الناس بتبتدي تتأثر يعني البني آدم ده تعبات إمتى نقول على البني آدم ده جيّله مرض أو جيّله محتاجة إلاج ثلاث حاجات أولا أداءه عامة يتأثر أداءاته كلها بتتأثر في شغله ببيته في حياته بتتأثر علاقاته مع أصدقائه يبقى مكنون أو يغير تركيبة أصدقائه أو يعمل مخالفات أو غيرها من الأمور أو ينسحب وينزوي وينطوي الحاجة الثانية النفسية يوم ما تسأله إنت نفسيتك عاملة إزاي يقولك أنا في كرب عظيم لا يشعر به أحدا من البشر لأن المزاج الداخلي لا يشعر به مكتئبا أو سعيدا غير الشخص نفسه وإن ظهرت علامات للآخر لكن لا يستطيع أن يشعر نفس الشعور اللي شعر به البني آدم الزعلان أو البني آدم المكتئب في فارق شديد ما بين شوية زعل وفي فارق شديد ما بين حد محبط نتيجة لأنه ما نجحش في الشغل ما نجحش في الجواز ما نجحش مع أولاده ما نجحش في كذا وفي فارق شديد ما بين الاكتئاب كمرض من الأمراض تحتاج إلى علاج دوائي مع توجيه نفس مع شغل فكل اللي حقوله لك يا عمر إنك إنت محتاج تتابع مع الطبيب ولا تيأس وتفائل بالخير تجده الحاجة التانية أن ترجع إلى العمل سريعا لأن دواء من غير عمل زي قلته عمل من غير دواء زي قلته الاتنين دولي دايما البني آدم بيحس أن له قيمة عندما يعمل فقلت السقة دي تروح إزاي؟ يوم ما بتي أختلط وأتفاعل مع أعطاء جرعة دوائية أيما كانت الجرعة الدوائية للعملية تشخيصية صعبة جدا للأمراض النفسية عبر التليفونات لكن في النهاية طالما أربعة عشر عاما من الأفكار ومن الاطراب في المزاج والاطراب في التفكير يبقى لازم ناخد علاج حتى وإنت دا العمر الطويل حتى وإنت دا العمر الطويل النتائج أفضل كتير من تركك كده الحاجة التانية أنت بقيت ملازم المنزل لا بتنزل ولا بتروح ولا بتيجي لا تبتدي تتحرك ناخد أم جانا أم جانا أم جانا أم جانا أيوة أيوة تفضلي يا أم جانا حذرك ثماني أيوة أنا معي ابنتين بنت خمس سنين وكان ربنا أكبر وخطر حامنا عطول فجدت أختها بعدها أربع سنين إلا شهر بالضبط إلا شهر للمشكلة أم جانا الكبيرة الحمد لله نحن التربية هي أريح كثير يعني بس يا في حاجة أنا لفكة نظري فيها يعني دايما نرسيت كنين بتغطف كده شعري أم جانا أم جانا أي حاجة معا يعني، لازم يتنامني بالبزاك يعني، وحيناً وهي صحية و avonsكر كده أو حاجة طابت تابع من في وضعها كده تضبط في أي حاجة في شعرك؟ أم جانا كأي حاجة يعني… segur يعني شعري يعني معا حاجة كده بتقعد تلفاكد أم جانا تباكد تفسها تتاهم ما بن في وضعها كده يعني ما بن في وضعها كده أم التانية بقا البنوتة دي حساسة نعم البنوتة دي حساسة او عطفية يعني ما تظهرش كده يعني هي ما تظهرش العطفية بس هي حساسة يعني من بتتأثر بأي حاجة بس ما تظهرش والحاجة التانية غيرتها يعني حضرتك بتاخدي وقت حريك بتاخدي وقت عبال ما تعرفي هي ايه اللي مغيرها في زعل مثلا او امبساط الموضوع دي بدأت فيه من الموضوع الفرق من اول ما بطلت انا البلدرونة وبدأت شرابها اللبن في القباية وكده من هي ما كانتش بتنام على البلدرونة خاصة يعني ما حسرتش ولا مرة ان هي تاخذ البلدرونة وتنام عليها وكده دايما ترضى وانا اللي اشيلها هنيمها عادي يعني يعني ده اللي اخضره في نسبة الموضوع دي والحاجة التانية اللي تخصها بحث ان هي بتحب بره اكتر يعني دايما مثلا نروح عندنا عند دولة كذا تبعايد اتقاضلنك تنزل تحت عايد اتطور عامل جددها تحت كثير معنى ان احنا بنتعامل معها كويس يعني طبعا فيه بعض اللي لو اجد بخاشلة شوية بتاع بزء التربية العاطفة مشروطة عندكم العاطفة مشروطة العاطفة مشروطة بمعنى انك ممكن تقولي انا زعلانة منك نتيجة لانك عملت كذا بابا حايزعل منك عشان لو سمع انك عملت كذا والله هو مش دايما يعني انا دايما بحسسهم مثلا جانا جميلة وشطورة فالمخوض تامل كذا البنونة الجميلة تامل كذا البنونة الشطورة تامل كذا هي شوية ما شاء الله يعني زكية بتلقط الحاجات دي خالصة ببتتأثر حتى ايه بتخاف دايما مش فاري معا حد اه خالص يعني حتى هي هي مرتوطة بيه جدا طبعا نتيجة ان هي جات ورا قصة على طول فكان بابا دايما مستمى اكتر بالاولادية وانا مستمين بها اكتر ويا الحمد لله كلها راجع الطبيعي التانية راجع الطبيعي فاللي حقل هي كان متعلق بيه جامس وكان شوية علاقتها باباهم مش تأذي كلا اوهور يعني اه اسلبها ما كانش بيعجوبه اوه فكان احيانا نشد عليه شوية فبدأت انا انابهه يعني بلايشه وحاول هو الحمد لله تعبل يعني يتحسن معاه خالص وبقى يحاول يقبل ما بينهم بس هي في الفترة الحالية يعني دلوقتي عندها اربعة سنين لشهر لأ عند فضية مع الكل بقى يعني حتى انا جاي كلمها لأ ولماضة ان شاء الله حضانة يعني ترد مش منتظمين اوك الحضانة بسبب ان احنا يعني اعمل بزوجي في محافظة واحنا من محافظة فبقى بخل المحافظة بيت مثلا اربع شهور ونلجع نعود في بلدنا الاصلي كمان شهرين ونلجع نروح ثاني والله متنقلين يعني اوه متنقلين وقتل المقاطعين عن الحضانة مش تابتين يعني طب بيرجعوا لنفس الحضانة اللي هي كانوا فيها؟ لا بطب يعني كل مرة تقريبا بغض المحضانة شكلية اه طيب ما اقول لحضرك ايه السبب حضر حضرك سؤالك ومجانة ومفيش يعني ما بتنزلش عن رأيها لاي حد كمان بالهدوء مفيش بالاقناع مفيش كأنك يعني بالضبط كأنك بتكلم حجر مش مش انسان واتزعل وتعايت وبتشتن بقى يعني مثلا ايه؟ ايه ماما وحشة ربنا يبحبني جدا انا كل عارس اننا متعلقة بيها جدا اتزعل ويني ماما وحشة ماما وحشة واول مدفوق بقى النجزة خالص ضايا بعد كده وصيه ده انا افتايا مهمة ومش هعمل كده ثاني بس الموضوع بي قرر كتير يعني كنت طبعا ما بتقول لي افتا خلاص حتبش مش كده بس الماشية ثاني والشيطان هو اللي عمل معنا كده واني البنق العزو بالله واني بقى اللي عزو بالله استغفر ربنا مفيش وقت ما بجلها نور بتقل العصب ده اللي هي فدق يعني دخلت بجرول عند ولا بقى شيطان دي ينفع معايها ولا استغفر ربنات ينفع ولا ما ينفعش وده غلص يعني حتى قلتها بتي كده ده بنيوتة جميلة بتاع من كده وانت بنيوتة جميلة تقول لي لا انا بنيوتة جميلة يعني انا بنيوتة جميلة وهعمل كده برضو ده ايه اللي صوتها جايي ده نعم صوتها اللي ورا هي مسيطرة على اختها حتى كده يعني كده نشاء الله هده كده بتحب اشتري النشاكل فمسلا اي حاجة في اي ده اختها هي دخلها من اغراف انا بحاول عالج الاثنين والتانية بتديها العزي ما تتنزلوش عامل معاك بسهولة كده صلى الله ما حاكي تكونك بجيبها ما تتبعش بسهولة ليه بسهولة ايه بتسيليها حبا يعني؟ مش عايزة تعمل مشاكل ايه؟ الكبيرة بتبقى مش عايزة تعمل مشاكل يعني عايزة تريح دماغة يعني الصغيرة قد تبقى كتبيرة فانا كنت اخدت الصغيرة لوحدها وقال لانا يترعش ومساش تضرب اختك والضرب ده وحاش مش انت تزعلي لو انا ضربتك وكذا اه والكبيرة والله هيكتل ما بتدفعش عن الاثنينية حتى يعني الكبيرة اصبر منها طولا يعني طويل عنها تبقى 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 بس ايه اتكلم كيه تبقى مش بحب اضربتها هي بتخاف؟ بس استسعب عليا يعني استسعب عليا الكبيرة خوافة؟ يعني مش قوي لان لما تتعصب الكبيرة بقى هي قيمد وعملها ليس بس بس غير حساديا هي تقول انا مش بحب اضربتها انا مش بحب اضربتها انا مش عايزها تزعلي شوية هدية كبيرة عن الصغيرة يعني في السطرة كبيرة بقول انها حسن احنا بحتملنا اصطرت شوية من كبيرة حاضر يا لشتاس بدأت لأ عادي بوازن موذيان اسنين شوفني مثلا يكون تبقى علم جانا ان القرأ اوتي بانا انا هقول هي عايزة هي تروس لا تريد الثانية وانا الهول وفعلا ده جاب نتيجة معاها انها يعني تقدم كتب في فوقت المبكر تعليم الحاجات في فوقت المبكر حتى ما باجي علمها حاجة او بتاع انا اعملها المفسي انا عاد فديد ايه بس الناس قد ايه حتى احيانا يجبيني فرصة ان انا وديها او ان انا اعرافها اللي يجعلني في الموضوع اكثر ايه ان انا بقى تواصلني انا حيما انا بقى تواصل انا بقى تواصلني حركة ما بتنتقلوا من محافظة اللي انت فيها لمكان عمل زوج حضرتك بيعودوا كتير في البيت او موضوع موضوع فترات طويلة طيب حاضر 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 اتفضل يا مجان اتفضل طيب يبقى ده سؤال مجانا طيب السؤال مجانا ده سهل صعب صراحي اه لانه هو بيتعلق بتأثر الاولاد اه بوجود طفل اخر بيتأثر بان العلاقات ممكن تكون اه مش مستديمة مع بابا ممكن تكون علاقات الانتقال من بكان الى اخر دخلتهم حضانة وخرجهم منها لكن هنمسك سؤال ام عبد الرحمن سؤال ام عبد الرحمن يا ام عبد الرحمن اولا اه مقام النظام لازم يبقى في نظام متبع النظام المتبع ده في الصح والغلط والمفروض وغير المفروض في العواقب وفي الاسابة ده بيحط بابا او يحط ماما في اثناء ده انا بدي عواطف ومشاعر غير عادية خلاص وبالتالي الاولاد بيعتمدوا على موجود عاطفة قوية تجاه بابا او ماما في تنفيذ الاوامر والقواعد الانسانية بابا اختفى نتيجة لي اسباب بعض الوقت مش كل الوقت زي ما انت قلت لكن الاولاد تأثروا مش لان بابا ارتبط ممكن ممكن بابا يكون اخطأ في شيء فادح ان ما بقاش يهتم بالاولاد زي ما كان بيهتم بيهم فالاولاد شعروا بالفقد لكن اللي اكثر تأثيرا في نفوس الاولاد عدم الامان عدم الشعور بالامان اللي هو بيتولد عادة من الخلافات الخلافات دي نتيجة لانه هو ارتبط نتيجة لانه هو ما بيعدلش نتيجة لانه هو منجذب للبيت الاخر اكتر من البيت ده الغيرة هيا ما كان هو بعد الجواز ما بقاش يصرف زي الاول حياة كتيرة ممكن تسير مشاكل يا ام عبد الرحمن داخل المنزل دي اكتر عامل من العوامل يهز شخصية الاولاد لانه بيشعرهم بعدم الامان اما لقوا ماما بتعيط مثلا او بتعلي صوتها وبابا بيعلي صوته بيتخنقوا بيتنحروا طب انتم اللي المفروض بتجتمعوا عشان تدونا الامان وتحفظوا علينا وتحرسونا وفي نفس الوقت تدونا عواطف ومشاعر وفي نفس الوقت بتحطه نظام وبالتالي انا اللي هزني في الموضوع الثقة بالنفس يبقى الثقة بالنفس اساسا هو الخلافات القائمة دي واحد ليه لان مش كل اب ذهب ليتزوج باخرى او كل ام طلقت من جزها او كل اب توفي في بعض اوقات او كل اسرة الام توفيت معنى كده سداح مداح والدنيا مش اتتعود لا الدنيا بتتعود انا ممكن اعود فقد الاب طالما هناك نظر على مهم الاسئلة كانت كتيرا النهاردة اشكركم على الفقر اشكركم على انكم اوليتونا هذا الشرف ان احنا نسمعكم ونتفاعل معكم اترككم في رعاية الله وامنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته